التقى أسمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية راج سوبرامان ياما الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيديكس كوربريشن العالمية وريتشارد سماثا الرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في فيديكس وأن أسمو خلال اللقاء مسؤولي الشركة على افتتاح المركز الجديد لفيديكس إكسبريس للنقل السريع التابعة لشركة فيديكس كوربريشن العالمية في مطار دبي وولد سنترل في دبي الجنوب باستثمار طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم ويخدم المركز الجديد منطقة الشرق الأوسط وشبه القرى الهندية وإفريقيا لنحو 45% من سكان العالم يذكر أن العائدات السنوية لفيديكس كوربريشن تقدر بنحو 88 مليار دولار أمريكية